عقد التحالف الوطني للعمل الاهلي التلموي اجتماعا عاجلا وذلك للوقوف على اولويات خطة الحماية الاجتماعية التي تم مدها حتى نهاية العام الفين اثنين وعشرين تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح اسيسي واضح التحالف انه تم تقديم دعم الى ثمانية ملايين اسرة بقيمة بلغت ملياري جنيه ركزت في مجملها على تقديم كل انواع الدعم الغذائي والنقدي والطبي وذلك لمساندة الفئة الاولى بالرعاية على مدار شهر رمضان المبارك مشيرا الى انه تم توافق على تقسيم الجهود في الشهور الثمانية القادمة على ثلاثة محاول رئيسية تشمل الدعم الغذائي والطبية والاجتماعي بتكلفة تتقطى 5.5 مليار جنيه من المقرر ان تنطلق المرحلة الثانية من اولى مبادرات التحالف وذلك في الخامس من مايو المقبل شكرا